لكن علماء الدين، لماذا يدرونهم بالعلم الحرام؟ ولماذا يدرونهم بالجيولوجيا؟ لا يعرفهم، يتكلمون بكلاماً، وخلاص، يعني تماماً والمأساة أنهم لا يجب أن يفعلون هذا إلى اليوم سواء علماء دين مزعيين أو يهود ليس كلهم طبعاً منهم أو حتى مسلمين للأسف الشديد، طبعاً يعني أحدهم يستمع له، يتحدث عن نظرية دارون وهو يختلف مع دارون كثير كثير يعني هو فأقول لنا مهمش، لا يوجد مشكلة لك أن تختلف مع دارون إلى يوم القيامة ولا عارفش عن دارون، طبعاً حتى الإسم ليس معروف عنده فبيختلف مع دارون هو طبعاً، لأنه دارون ضد الله عز وجل فدارون شهد هذا بعيني يا إخواني كان هذا يعني شيء مهير جداً محار على ارتفاعات عالية جداً سبحان الله قدّر الله في شهر فبراير في شيلي في مناطق من الشيلي، وقع زلزال عنيف جداً وقع زلزال عنيف جداً الكابتن روبرت فيتسروي ودارون شافوا بعيني رأسيهم كيف الزلزال رفع مناطق من الأرض رفع مناطق من الأرض مسافات مسافات في عماكن معينة 30 قدماً 30 في 30 900 يعني 9 متر في مناطق أعلى من هيك فيتسروي نفسه يقول بمذكراتي قال رأيت أنا هذه الأشياء اللي فعلاً كانت في قاع البحر ولا تزال تلتسق بها طحاء البحرية أصبحت فوق الأرض الآن وحضّلها فوق الأرض إذن رأي بعيني رأسيهما كيف تقوم الزلزال بماذا؟ برفع طبقات من الأرض يا سلام كأن الله تبارك وتعالى يريد ما كان فيه أليات طبعاً قواصات زي الآن وحتى أكسوجين ما كان فيها أياماً الله أريد دائماً في كل زمان أن يفتح لك الكتاب لكي تقرأ تسريف الأرض وتنظر كيف تتم عملية الخلق والتكوين وكيف تمت شيء هجيب يحب هذا وهذه النظرية ايه؟ النظرية كما قلنا الانتظامية اللي استفاد منها دهون نظرية الانتظامية عكس نظرية الكوارث ونظرية الكوارثية كاتاستروفيزم النظرية الانتظامية ما تقول؟ بتقول لا تضاريس الأرض شكل الأرض وجه الأرض معالم الأرض لم تتشكل بفعل ضربات فجائية اسمها ايه؟ كاتاستروفي أو كاتاستروفيز كوارث تيجي بتروح كل فترة غير صحيح تشكلت ونحتت بعوامل موجودة الآن وتشتغل الآن عوامل يومية ومألوفة لنا ومفتاح الماضي هو الحاضر الكيتب على الماضي هو الآن بتعرف ما كان قبل مليون سنة ومائة مليون وبليون سنة اقرأ الحاضر وتأمل في القوى التي تفعل الآن ستفهم ما كان قبل بليون سنة في الأرض وأكثر من هيك كيف؟ قال لك هذه عوامل الترسيب عوامل التعرية الأمطار يعني الرياح الزلازل الثلوج البراكين الفيضانات إلى آخرية إلى آخرية نفس العوامل تشتغل باستمرار وتغير من شكل الأرض وتداريس الأرض هذه يسمى النظرية إيش؟ الانتظامية الناس يسموها التنميطية يقول لك انتظامي شخص انتظامي يؤمن بالنظرية الانتظامية دارون كان انتظامياً لم يكن كتاستروفياً لم يكن كوارثياً مثل أستاذه تشارز هذا الذي مكانه من أن يفهم هذه الأشياء وهذه الظواهر وكما قلناه القدر أهداه هذه الهدية شاهد بأمي عيني كيف تتم عملية رفع طبقات من الأرض شيء عجيب شيء عجيب الله أراد هذا تبارك وتعالى طيب بعد ذلك أيها الإخوة سافر دارون وبعدين وصل الآن إلى نقطة مهمة كثير يمكن يتحدث عن ريحة البيكل دائما يتحدث عن نقطة هذه بالذات غالباكوس غالباكوس آيلاند اللي هي جزر غالباكوس كأنه رحلة داره هي غالباكوس طبعاً فيها أشياء مثيرة فيها ومهمة غالباكوس هذه لكن مش كل الرحلة بالعكس كم مكفة غالباكوس هو خمسة أسابيع خمسة أسابيع من خمس سنين يعني رحلة غالباكوس شهر الزمان هو قاعد شهر أسبوع لكن في أشياء مثيرة ويمكن في غالباكوس فعلاً بدأ ينقضح في ذهني بشكل أكثر وضوحاً عاد مش أكثر غموضاً آه النموذج الأولية عبر التساؤلات الأولية بسطد ماذا؟ تغير الأنواع طبعاً موضوع الطبقات والترسب وارتفاع الطبقات ومحار على مسافات عالية من سطح البحر موجود كل هذا أيضاً يساهم ويلهم ولم صحيح يعني إذا أمكن ورأينا أنه هذه الأشياء تتشكل في ملايين السنين وأنه الآن بدأ يرى الدليل أمام عينيه أن هذا الشيء ما يتم في ألف و ألف و سبعة و سبعة و مئة ألف سنة هذا يريده ملايين السنين فمعناه النظرية الكتابية خاطئة كلام علماء الدين النصارة واليهود أنه عمر أرض ستة ألف سنة كلام فارغ ما يمكن أن يفسر لنا أين يرى أمنا عندنا سجل ما يقدر مستحيل هذا ما يتم بالطريقة هذه وخاصة خاصة لمن يؤمن بالنظرية ماذا؟ الانتظامية أنه ما فيش كوارث عملة هذا مش كوارث هذا يحصل بنفس النمط النمط مستمر عوامل دائما تشتغلها ليس كوارث تشكلها لا لا فهذا يريده ملايين السنين فإذا في ملايين السنين الأرض تتغير تضاريسه ومعلمها بالطريقة هذه معاناها ممكن في ملايين السنين تتغير أيش كمان؟ معالم الكائنات، صحيح؟ أشكائي الكائنات وأنتو شفته، شفنا إيه؟ كائن عملاق الآن في منه إيه؟ نسخة مصغرة جداً صحه نفسه، لكن هذا كبير وهذا صغير جداً تسعر في تغيّر، تغيّر هذا جذري، تغيّر دراماتيكي هذا العملاق أصبح قزماً، والعملاق انقرض، ما فيش إليها الأقزام هذه هذا معناها فيه، فيه إمكانية منها أنواع، فتتغيّر ويعاد تشكيلها، وربما إيه؟ لسه نشوفها، لسه، فكرة حتى الآن هي مش واضحة عنده، لكن هذه الأشياء كلها تلهم كل هذه الأشياء تلهم